وإلى الأراضي العراقية حيث أعلن وزير خارجية تركيا مولود شويش أغلو في الكويت اليوم أن أنقرة ستخصص خمسة مليارات دولار للعراق على شكل قروض واستثمارات وذلك في ختام اجتماع دولي لإعادة إعمار هذا البلد في إعقاب الحرب المدمرة مع تنظيم داعش وأعلنت من جهتها السعودية أنها ستخصص مليار دولار لمشاريع استثمارية في العراق وخمسمائة مليون دولار إضافية لدعم الصادرات العراقية كما خصصت قطر مليار دولار على شكل قروض واستثمارات وأعلنت الكويت في وقت سابق عن تقديمها مليار دولار على شكل قروض وستقوم باستثمار مليار آخر للمساهمة في إعادة إعمار البلد الجارة